اهلا وسهلا بكم لو اول مرة تشوفونا فدي قناة سلامك النفسي لو انت مهتم بصحتك النفسية وعايز تبقى سوي نفسيا فالقناة دي ليك لو حبيت تشترك معنا وعجبك المحتوى ممكن تضغط على زرار سبسكرايب وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد وما تنساش تعمل شير لأصدقائك عشان يستفادوا ولو انت مشترك في القناة فانت من المتابعين المميزين في القناة ازيكم يا اصحابي عاملين ايه؟ يارب تكونوا بخير وبافضل حال وبجد شكرا جدا على دعمكم لينا الفترة اللي فاتت النهاردة هنتكلم عن خصائص مرحلة المهد البيبي خلاص كده تولد بالسلامة مرحلة المهد بتبتدي عندي من الميلاد الى سن سنتين ايه هي خصائص مرحلة المهد؟ المرحلة دي بيسموها المرحلة الحسية او المرحلة الفمية او الخاصية عنده لا يتضح له مبدأ بقاء الشيء ابني بدأ يسحف بدأ يمشي بدأ يلاقي لا يتضح له مبدأ بقاء الشيء ودي لازم حاجة اكون عرفاها انا كاما علشان اعرف اتعامل مع الطفل يعني انت لو جايباله كورة يلعب بيها وجيتي غطتي الكورة دي بس اغطتيها هو كده بيعتقد ان الكورة دي ملهاش وجود علشان كده لما تجي تلعب مع طفلك وتفتح الباب وتخرج وتقف الباب وراك وترجع تفتح وتدخل تاني فهو بيعتقد انه هو اول مرة يشوفك ده لغاية سن سنتين هتلاقي بيتحك هتلاقي مبسوط فرحان لكن بعد كده هوا بقى منتظر انه هو يشوفني فهنا بقى بيصدر نغم اللي هو الزن البسيط اللي في البداية ده علشان كده بنقول ان لا يتضح له مبدأ بقاء الشيء رقم اتنين من خصائص مرحلة المهد ان الطفل متمركز حول الذات لازم كلنا نفهم النقطة دي كويس قوي متمركز حول الذات يعني شايفوا الامور من وجهة نظره هو وليست من وجهة نظرنا احنا لو جربت تحط صباعك تحت درس طفلك الصغير اللي هو اقل من سنتين هتلاقيه بيدغط قوي على الصباع وبيبقى مستمتع وهو بيدغط ليه لان في المرحلة دي بيبقى لسه الطفل بيسنن وبمجرد ضغطه على اي حاجة نشفة بيحس بيها بشيء من الاستمتاع البسيط لكن انت القلم اللي انت حاسس بيه هو مش حاسس بيه اطلاقا هو فاكر ان انت القلم اللي انت فيه دلوقتي ده ده اللي هو القلم البسيط اللي عنده في اللي سه لما بيدغط على صباعك فمتمركز حول ذاته يعني شايف الامور من وجهة نظره هو بس مش من وجهة نظرنا احنا فعلشان كده منقول الطفل في المرحلة دي ما فيه شعقاب ما ينفعش ان هو يتعاقب هو مش فاهم مش فاهم تصرفاته بتؤدي لايه مش فاهم القلم اللي بيسببه لغيره هو حجمه قد ايه دلوقتي هنتكلم عن خصائص مرحلة المهد عندي حاجة اسمها المنعكسات وكنا خدنا عنها نبزة قبل كده دلوقتي هناخدها بالتفصيل مع بعض اول منعكس عندي اسمه منعكس الالتفات فيه حاجة ربنا خلقنا بيها سبحان الله لو حد منكم جرب يقرب نحية عين حد قدامه انت نفسك لو حاولت ان انت تقرب قلم نحية عينك هتلاقي غصب عنك عينيك بتقفل لكن عند الطفل هو بيختلف عنك عن الكبير ازاي لو انت جيت قربت قلم من عين طفل صغير هتلاقيه ولا بربش ولا بعد عنك ولا حاول ان هو يتفادل قلم ولا اي حاجة بالعكس ممكن كمان يقرب منها اكتر لو قربت كمان صبعك من بق الطفل هيقرب ليه وهيحطه في بقه علشان كده بنقول خلي بالنا واحنا بنلعب مع الاطفال لو حطيت صبعك نحية عينه هتلاقيه قرب من صبعك وحاول ان هو يدخل صبعك في عينه اللي هو ازاي ده طبيعي عشان هو ما عندهش ثقافة ان هو الصبع ممكن يعوره ممكن يقزيه طب وده بيبقى السببه ايه السببه السبب اللي احنا هنقوله بعد كده اللي هو منعكس المص اللي هي عملية الرضاع منعكس الالتفات بينتهي في الشهر الاول وبعد كده بيصبح رد فعل لا ارادي بتعود عليها على طول باستمرار يبقى احنا فهمنا كده ان اول منعكس هو منعكس الالتفات فلازم نخلي بالنا وحنا بنلعب مع اطفالنا او عندنا اخوات صغيرين للبيبي لازم نفهمهم ونعرفهم ان ما ينفعش نقرب اي حاجة من وشهم اي حاجة من عينيهم اي حاجة من بقوهم لان الطفل الطبيعي عند سن السنة او السنتين بيبتدي ان هو يقرب من سدي امه حتى لو هي نيمة ويبقى جنبه هيبتدي ان هو يدور عليه لحد ما تم عملية الرضاع فعشان كده بنقول ان العكسات عند الطفل بتختلف عن الكبير وبالتالي منعكس المص اللي احنا هنتكلم عنه دلوقتي ان هو اول ما يقرب من سدي امه او يلتقطه هيبتدي ان هو ايه يمص صدر امه علشان اللابن ينزله ويتغز عليه كل الحاجات دي بتبقى خبرة عند الطفل بيبتدي ان هو يكون خبرات لان اول حاجة بيتعلمها هي الرضاع فهنا حدثت عملية تانية اللي هي عملية البلع وده بيوصلنا للمنعكس التالت اللي هو منعكس البلع ويبتدي الطفل يتعلم العملية دي ان هو لما بيحط اي حاجة في بقه وبتخش في بقه في مادة سائلة ان هو يقدر يبلعها اول حاجة بيعملها طبعا ان هو هيبلعها وبعد كده هنوصل لمنعكس اسمه منعكس القبض منعكس القبض ده بقى بينزل من بطن امه هو متعلم انت لو جيت حطط له اي حاجة في ايده هيمسكها حطط له صباعك في ايده هيمسكه حطط له قلم هيمسكه طب هو تعلم المنعكس ده ازاي وهو لسه في بطن امه بينزل ازاي عامل كده او متعلم الموضوع ده لان هو وهو في بطن امه كان بيمسك الحبل السري وزاي ما قلتلكوا قبل كده مش عايزين مشاكل اثناء فترة الحمل طيب هنتكلم دلوقتي عن خصائص مرخلة المهد اول حاجة هي السمع السمع يا جماعة مبني على عدة اشياء لازم نركز اوي في الموضوع ده السمع ده حاجة مهمة وخطيرة جدا احنا لو جينا نركز كده على مراحل النمو بتاعت الطفل من ناحية العقل من ناحية التفكير والتركيز هنلاقي ان النمو العقلي مبني او مترتب على النمو اللغوي ايه ده معناه الكلام ده معناه ان انت لما تتكلم كتير مع ابنك حتى لهو مش فهمك حتى لهو ما بيتكلمش معيك انت بس يبقى فيه محادثة طويلة ما بينك وما بينه فيه حوار الكلام ده بيخلي الطفل بيتم عنده حاجة اسمها حصيلة لغوية الحصيلة اللغوية دي بتكون هي بعد كده السبب في ان الطفل يبقى زكي عنده نمو عقلي معنى كلامي ان الطفل اللي عنده نمو لغوي يعني بيتكلم او عنده حصيلة لغوية اكتر بيكون عنده نمو عقلي اسرع لو قارننا نفس السن او نفس العمر لطفل اتكلم الاول وطفل تاني لسه ما تكلمش او كلامه لسه مكسر هنلاقي النمو العقلي بتاع الطفل اللي اتكلم الاول احسن وافضل بكتير من النمو العقلي بتاع الطفل التاني اللي لسه ما تكلمش والاثنين مبنين على ايه النمو العقلي والنمو اللغوي مبنيين على السمع طب ايه اللي رابط التلاتة ببعض النمو السمعي ونمو اللغوي والنمو العقلي من افضل النصائح اللي ممكن ادهلكم ان انتم لما تجي تعرضوا الاصوات على الاطفال اعرضوا الاصوات في تلات طبقات مختلفة طبقة عالية وطبقة متوسطة وطبقة صغيرة او قليلة ليه؟ لان الطفل لو عنده مشكلة في قوقعة الازم نلحقها لانه لو فيه مشكلة فعلا هيتأخر عنده النمو اللغوي وبالتالي هيتأخر عنده النمو والعقلي فلو فيه اي مشاكل لازم نلحقها في البداية تاني مشكلة هنتكلم عنها لها علاقة بالموضوع ده هو البصر كتير بنشوف اطفال عندهم حوال في عينيهم وهما لسه عمر شهور فيه الناس للأسف بيفتكروا الموضوع ده عادي يقولوا لا اصل الطفل علشان لسه عني مش مركزة اصل لسه المراكز البصرية عنده ضعيفة لا لازم اول ملاقي الطفل فعلا عنده مشكلة الحوال اعرضه على دكتور فورا طب ايه المشكلة الممكن تقابلني في ده الطفل اللي عنده حوال لما بيبقى الطفل فيه في عينيه حوال بينقل للمخ صورتين مش صورة واحدة يبقى قدامه مثلا ماما وقفة هو شايفها اتنين وانا عندي الشفرة الوراثية اللي بتنقل الحسة دي للمخ متبرمجة ان هي تنقل بالعينين للمخ صورة واحدة في وقت واحد للمخ ماينفعش تستخدم كل عين لوحدة انت لو جت واقف كده ينفع تشوف المنظر اللي في اليمين وتشوف المنظر اللي في الشمال في وقت واحد لا طبعا عينيك اللي اتنين بيروحوا مع بعض يمين وبيروحوا مع بعض شمال كل ده علشان ربنا سبحانه وتعالى جعل المخ بيستقبل من عينك صورة واحدة بس بالعينين مع بعض لكن في وضع الحوال للطفل وممكن يكون الحوال العنين اللي اتنين بصين لجوه او العنين اللي اتنين بصين لبرا يكونوا مخاصمين بعض كل عين في ناحية فللأسف اللحظة دي بتنقل هي صورتين للمخ ودي حاجة هو مش متبرمج عليها فبالتالي المخ بينزل حائل او حاجز على شبكية احد العينين فيفصلها فيصب العمى لقدر الله عفانا الله وإياكم علشان العين التانية هي اللي تنقلي صورة واحدة بس للمخ يعني بيحصل عملية ايه باستبعاد العين علشان صورة واحدة بس هي اللي مفروض توصل للمخ وللأسف ده بيحصل كتير عشان كده لازم نخلي بالنا نيجي بعد كده للعنصر التالت اللي هو النمو اللغوي بينمو ازاي النمو اللغوي عند الطفل مراحل الكلام عند الطفل طب ده عنده سنتين ازاي هيتكلم هو كده فيه كلام آه عياط الطفل نفسه ده كلام في البداية خالص لما الطفل كان بيبكي بيبقى بكاءه غير مميز ما فيهوش نغمة ما فيهوش نبرة بتتغير الكلام ده لغاية شهرين نبرة بكاء الطفل ما بتتغيرش سواء عمل حمام على نفسه وقع من على السرير احجأ راسته بطنه وجعاه اي ان كان السبب هو بكاءه واحد ولكن بعد سن الشهرين بتختلف باختلاف المثير اول حاجة اللي هو عايزها بيكون بكاءه لنغمات بيكون البكاء منغم وبالتالي لما تكون لسه البنت اللي هي اتجوزت وخلفت دي ما بتبقاش فاهمة قوي في الموضوع ده لكن تيجي والدتها هي فاهمة طبعا لانها ربط وشافت اطفال كتير فبالتالي هتديها نصيحة المناسبة لان هي عارفة بكاء الطفل ده معناه ايه ممكن تلاقي مامتك بتقولك ايه اجري الوقت جعان اجري رضعيه فتروح فاهمة رضعات لقي سكت ايه ده طب انت عارفت انه هو بيعاية جوع كمان شوية تلاقي الطفل بيبكي عاية النغمة بتاعته بتاعت ايه بقى لا روح اجري اغيري له ايه ده طب انت عارفت انه يا ماما انه هو عامل حمام وفاهمة هتلاقي عامل حمام كل ده لان الجده خبرة فهمة نغمات عياط الطفل فبالتالي هي عارفة تميز ما بين النغمات وبالتالي اول طفل بيكون ضحية للاب والام لانهما بيجربوا فيه كل حاجة تاني حاجة عندي هي مرحلة المنغاه بتبدأ من 3 شهور ل8 شهور اللي هي ايه طب انا بعرف كل حاجات دي ليه لان الطفل لو ما عملش كده يبقى عنده مشكلة في النمو اللغوي وبالتالي هيكون عنده مشكلة في النمو العقلي تالت مرحلة عندي هي مرحلة التقليد في نهاية السنة الاولى الطفل بيقلد كلمات ذات المقطع المتكرر زي ايه زي ماما بابا بيبتدي يقرر الحاجات دي طب لو فيه طفل ما بيقولش الحاجات دي بس بيقول مثلا احمى احمى علي علي طب ليه بيقلد الحاجات دي يا اما دي بتبقى اسهل عليه من بابا او ماما يا اما بيذكر اسم حد في البيت بيقرر باستمرار الاسم ده بيقرر على طول اكتر اسم بيسمعه بيبتدي الطفل يقرره فبتبدأ مرحلة التقليد او المحاكاة في نهاية العام الاول ودائما وابدا بيقول اكتر اسم السهل على لسانه او بيسمعه باستمرار وبتكون ذات مقطع متكرر في بداية العام التاني بقى بيبدأ يكون جملة من كلمة واحدة ونخلي بالنا الطفل لو ما عملش كده في السنة التانية يبقى كده فيه عنده مشكلة في السمع بسرعة نجري على دكتور انفو ازم لان هو طالما ما كونش كلمات بالتالي هيبقى عنده مشكلة في النمو العقلي طيب يعني ايه هيكون الجملة من كلمة واحدة زي مثلا لما تيجي تسأله بابا فين فيرد يقولك شغل انا كبيرة فهمت ان هو بيقول ان بابا في الشغل لكن هو معنى كلامه ايه اللي هو فهمه اللي هو قاله هو معتقد ان هو قال لي بابا راح الشغل النهاردة هم بالنسبة له اربع كلمات بس هو اختصرهم وخرجوا منه في كلمة واحدة شغل طيب ماما فين مطبخ مطبخ هو كده عارف ان ماما واقفة بتعمل الاكل في المطبخ انما هي خرجت برضو منه على الاساس انها كلمة واحدة هو قاصد جملة في نهاية السنة التانية بيبدأ يستخدم لغة اسمها لغة البرقيات من غير زرف ولا ضمير يعني مثلا يقول بابا شغل ما يقولش فيه بابا في الشغل اه بابا راح بالعربية في الشغل يقول ماما مطبخ ما يقولش ماما واقفة في المطبخ ممكن يبقى فيه فروق فردية تلاقي الطفل في نهاية سن سنتين بيعمل حاجات اكتر من كده فده بيبقى شيء كويس بس لو الطفل وصل لسن السنتين وقرى بيخلصهم ومعملش حاجة من الحاجات دي او لسه في المرحلة اللي هي من من سن سنة اللي هو لسه بيتكلم ايه عبارة عن انصاص كلمات ما يكونش فيه كلمة واحدة واضحة يبقى لأ كده فيه مشكلة ولازم زي ما قلنا نتوجه لدكتور لان لازم الطفل يعرف او يبقى عنده حصيلة لغوية يبقى عنده كام كلمة في خلال السنتين دول المفروض يبقى عنده 300 كلمة في السنتين دول المفروض ان هو بيعرف يتكلم 300 كلمة وبيقابلني هنا مشكلة لازم ننوه ليها ايه هي المشكلة دي المشكلة اللي بتقابلنا ان احنا للأسف بناخد لغة الطفل واحنا بنبتدي احنا اللي نتكلم بيها لما يجي الطفل بنشاور له على العربية بقوله شفت بيا بيب ايه اللي انا بعمله ده انا مفروض انا بدي الطفل كلمة صحيحة علشان لما يعرف ينطق هينطق هالي بطريقة صحيحة انا كده بديله كلمة نقصة للأسف احنا بنقع في الغلطة دي على مجرد ان احنا بنحب لغة الطفل بنحب طريق الكلامه فبالتالي احنا لو نجل نتكلم معاه احنا بنكلم معاه بنفس اللغة بتاعته بنفس لهجته لكن دي مصيبة انا عندي الحصيلة اللغوية بتاعت الطفل المفروض ان هي 300 كلمة تخيل معايا ان 300 كلمة دول عبارة عن 300 مكعب صغيرين او 300 نقطة مية تخيل كده ان انت عندك كاس كبير او كوباية كبيرة بتاخد 300 نقطة مية بالزبط لو جربت وحطيت زيادة عن 300 نقطة في الكاس ده او الكوباية دي هيبتدي الكاس يدلدق هيطلع المية زيادة منه لان هو ساعته 300 نقطة نفس الشيء عند الطفل انا ممكن اهدر عنده الحصيلة اللغوية بتاعته طب ازاي ده نركز او في الحتة دي لما نجي اقول له سكينة دي بالنسبة له مكعب او نقطة مية زي ما اتفقنا قلت له كلمة عربية برضا هتخش الكاس بتاعنا على اساس ان هي نقطة مية كده الطفل تعلم كلمتين طيب اجينا بقى اقول له كينة الطفل قال عسكينة كينة فانا رح تقول له او يا حبيبي كينة هي كده ما مش هي هي نفس الكلمة اللي هو فهمها احنا كده حطينا كلمة تالتة او نقطة تالتة في الكوبية اللي معانا اما نقول عربية وهو يقول لي بية ونيجي خرجين وقوله يلا يا حبيبي يلا عشان نركب البي هو يقول لي بية اقوله او بية هو كده حط كلمة كمان ربعة هو فاكر ان الكلمة بية دي حاجة تانية خلص غير كلمة عربية ليه لان انا سبتها عنده ان دي بقى اسمها بية وبالتالي هتلاقي نفسك ان المفروض التلتمية كلمة اللي الطفل مفروض يحصلهم في المرحلة دي نصهم مالهمش لازمة لان نصهم عبارة عن تقليد او نط خطأ للكلمات الاصلية اللي هي برضو موجودة عنده وما تيجي بعد كده تضيف كلمات زيادة كلمات صحيحة هتبتدي تخرج برة الكوبية بتاعته برة المستوى او الفهم الاستعاب اللي عند الطفل هي الحصيلة اللغوية في المخ هم تلتمية كلمة بس اللي مفروض ان الطفل يستوعبهم اي كلمة زيادة مش هيستوعبها ولا هيفهمها ولا هتثبت في دماغه فلازم يكونوا صح وما ينفعش اقول الكلام اللي ملهوش لازمة طيب هو ليه الطفل بيعمل كده ليه لما قوله عربية يقول لبية اما قوله سكينة يقول كينة فاكرين الالة الكاتبة بتاعت زمان في المدارس بتاعت التجارة لما كانوا بياخدوا الالة الكاتبة بيعودوا يكتبوا عليها الالة الكاتبة دي عبارة عن زراير لو جيت دستة على زرار منها مثلا زي زرار الالف والحبر قليل فمش هيكتبها لي كاملة على الورق هيطلحوا لي اما من غير همزة يا اما الالف العصاية نقصة شوية ممكن نص نص ألف هنا معناه انه الزرار ما قالش يطلع لي ألف لا هو قال يطلع لي ألف ولكن علشان الحبر قليل هو اللي كتب كده كتب الحرف نقص حتى لو كتبت اي حرف تاني بنقط ولقيت الحبر قليل هتلاقي الحرف طلع لي من غير نقطة ممكن من غير شرطة هيطلع الحرف فعلا نقص كذلك الطفل له نفس المثال ده الجهاز الصوتي هو الفم الفم عبارة عن ايه؟ عن لسان وأسنان لكن لسه الجهاز الصوتي بالكامل ما اكتملش عند الطفل كأن الحبر نقص بالزبط هو مخه عارف ان الكلمة اسمها سكينة بس بيدي أوردر المخ للفم ان هو يطلحها سكينة لكن علشان الجهاز الصوتي نقص علشان كده بتطلع كينة انا بقى لما قرر الكلمة اللي هو طلحها نقصة واقولها له بنفس الطريقة هيفتكرها ان هي كلمة كينة زي ما هي لا مش هيبقى فاهم ان هي هي كلمة سكينة فنخلي بالنا من الحتة دي قوي لان الحصيلة اللغوية بتأثر على نمو العقلي وبجد شكرا جدا على دعمكم لينا الفترة اللي فاتت يارب يكون الفيديو بتاعنا عجبكم وبكده نكون خلصنا الفيديو ونشوفكم في فيديو تاني وعلشان غيرك يستفاد ارجو الاشتراك في القناة ما تنسوش اللايك واتضغط على زر الجرس علشان يوصلك كل جديد ترجمة نانسي قنقر